السلام عليكم اعزائي طلاب وطالبات صف الاول الثانوي ميجا جول 1 حياكم الله قناة الانجليزية شكل مختلف معاكم تيت شهر وحيد استقلال زي ما قلت لكم ووعدتكم في اخر فيديو طلاب قولة ثانوي طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي وقرارات هنكمل مع بعض رحلتنا في كتاب النشاط هنبدأ من صفحة 31 صفحة 31 اللي هي تعتبر مراجعة شاملة على الوحدات 1 و2 و3 يعني مراجعة على الباب الاول والثاني والثالث صراحة يعني هي فرصة طيبة للي بغي يراجع وان شاء الله الاختبارات ما تخرج من الاسئلة باذن الله نقول بسم الله نكبر الشاشة هذي صفحة 31 شباب هنا صفحة 31 نقول بسم الله نركض مع بعض نقول عايزين ده سؤال اللي هو البوكس السندوق اللي هو يعني عبق املأ الفراغات طيب كيف هنملأ الفراغات يهدنا كلمات فوق اهي كارثة طبيعية اللي تحتها كلمة ساتيلايتس ساتيلايتس اللي هو القمر الصناعي اللي بعدها كلمة هذه يعني الدافع او الدافعية واللي تحتها الاحتباس الحراري نيجي كده شوية يعني المرور المرور تيجي بمعنى المرور او الزحمة المرورية ترافيك اللي تحتها المؤهلات المؤهلات سواريخ ستيل الفلاز او الصلب اللي هو المايكروسكوب العادي اللي هو المجهر اوكي نقول بسم الله نمبر وان الجملة الاولى هوتر سامرز يعني فصول الصيف الحرارة هي تأثير من احتباس الحراري احتباس الحراري ان في طبقة من طبقات الاوزون حصل فيها اختراق نتيجة العوادم السيارات وعوادم المصانع كلام اللي انتم عارفينه كله فحصل احتباس حراري درجة الحرارة ارتفعت جدا في العالم كله الجملة التانية يقول لك ترافيك جابتها ترافيك المرور ليش؟ المرور في لوس انجلس المرور في لوس انجلس زحمة مرورية في لوس انجلس بيك بروبلم because there are so many كارس سيارات كتيرة جدا في لوس انجلس في امريكا نمبر ثري طاولو طاولو عنده دافعية حقيقية دافع حقيقي للعمل يبغى يشتري سيارة ماشا الله يعني يكرف عشان يجيب سيارة طيبة نمبر الكثير من الصلب أو الفلاز يستخدم في تشييد 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 المباني المرتفع طويلة نمبر فايف يعني الإعصار يعني الإعصار يعني كارثة طبيعية تؤثر على المدن يعني القريبة من المحيط يعني المحيط نمبر سيكس نمبر سيكس أي بيولوجست بيولوجست عالم البيولوجي الأحياء يستخدم طبيعية يستخدم الميكروسكوب المجهر عشان يشوف الحاجات الصغيرة نمبر سيفن مؤهلات يحيى للوظيفة تشتمل على المحاسبة مهارات اللغوية نمبر العلماء قلنا يعني يطلقون معناها كده أخذناها يطلقون السواريخ عشان يحطوا فيها أو يرسلون فيها الأقمار الصناعية هذه الروكيتس وهذه الساتيلايتس انتو سبيس في الفضاء كده احنا خلصنا اكسرسايز ايه في صفحة واحد وثلاثين نيجي اكسرسايز بي يقول لك صنف لي الكلمات هذه حطها في المجموعة المناسبة لها في مجموعة القضايا قضايا عالمية هذه كده معناها تشوفوا هذه معناها قضايا عالمية قضايا طب واللي جنبها يعني ليش يعني personal qualities قلنا يعني صفات شخصية مؤهلات او صفات شخصية مؤهلات شخصية وبعدين يعني يعني ادوات او معدات علمية او ادوات علمية يلا نصنف ايش اللي هنحطه تحت global issues من السندوق اللي فوق pollution التلوث poverty الفقر disease المرض خلاص كده خدناهم خلاص global issues نيجي للتانية personal qualities صفات شخصية او مؤهلات شخصية flexibility المرونة flexibility هلونا عشان تعرفوا هذه الكلمة وين flexibility المرونة adaptability هذه معناها القدرة على التكيف وتحمل الوبع المحيط integrity التكامل honesty يعني الصدق والامانة ال H ما تطلطك تكفى انتبه ال H هذه مرة ما تطلطك honesty تمام بعد كده scientific tools rocket rocket ساروخ satellite صناعي submarine غواصة microscope المجهر سهلا ان شاء الله باذن الله سهلا ما في اي اشكالية هذه صفحة 31 خلاصناها على خير صفحة 32 بنراجع شباب على الوحدات من واحد لثلاثة في كتاب النشاط صفحة 32 يقول لك حط اللي هنا واحد فيصل اسمه فيصل بتكلم عن صاحبه علي about a job عن وظيفة علي works in doctor's office شغال في مكتب طبيب complete the conversation اكمل المحادثة باستخدام present progressive سهلا مرة هذا اهو present progressive فاكرينه افكركم به اللي هو عبارة عن am is is زائد الفيرب اخره ing هذا هو المضالع المستمر يعني كل الافعال اللي هنا هتحط كابلها اه موزه وار والان جي هو كاتب لك الفعل live طيب هنا بعد الفراغ you you تاخد ار خلاص number one هتحط are you live live تحط الing living بس تشيل الاول من بعد الفي التانية برضو هتطلك live وقال لك i live in العلية my address is كذا يعني i am living انا عايش في العلية طبعا بصفة مؤقتة لانه ing number three courses هدا جمع تاخد are وبعد كده take حط ing بس بعد ما تشيل الا من البعدك تشيل الا وتحط ing taking number four i تاخد am وtaking نفس الكلام i am taking five هنا عندك you حط قبلها r لان في حالة السؤال تعكس بدلا ما تقول you are تخليها are you are you working ing مضالع مستمر negative in فيها i am not لان حد قالك in فيها i am not تحط ing على work تصير working but i am looking i تاخد am وتحط ing looking for the job يبحث عن موظيف ايام دكتور ابراهيم ده مفرد ياخد is وتحط look ing تبقى is looking سهلا يا اخوان يا رب ان شاء الله سهلا number nine تسعة i تاخد am and go تبقى going i'm going كانوا تسعة تسعة بس ما فيهم عشرة تدخل على exercise d هذا exercise d اهو يقول لك حط المحادثة دي باستخدام present perfect مضارع التام البسيط او present perfect progressive مضارع التام مستمر سهلا مرة شوفنا how long ده جماعة لما نشوف how long how long ها دي ها دي اول ما تشوفها بعينك لازم تحط been والان جي فهنا how long you تاخد have have you been working الفعل اللي هو work ها have you been working مضارع التام مستمر طب ترد بنفس الزمن سألك بالزمن ترد بنفس الزمن i have been working i have been is working number three the job is fun الوظيفة مرة فيها متعة ومرح i have مت انا جد قابلت ما فيها بينه الاين جيه لان ما في علامة تدل على الزمن اي تاخد have وتحط مت التصريف الثالث من مت احفظوا تكفون احفظوا الافعال الشازة الغير منتظمة مت يقابل الماضي والتصريف الثالث مت تحفظوا كده مت مت نخيطكم يا شباب لازم تحفظوا الافعال الغير منتظمة تتعبكم في الجامع لو ما حفظتوها هنا حط negative مع make هتنفيها تقول i haven't والتصريف الثالث من make made i haven't ميد لان ما في زمل عشان تحط بينه الان جيه كلا اربعة خلاص خمسة how long شكرا حط لي how long يبقى لازم been والان جيه how long you تاخد have حطي قبلها have زي ما انت شايف في خمسة هاو have you been saving شلت ال e من save بعد ال v وحطيت الان جيه number six i have been سألك بالبين والان جيه ترد بنفس الزمن i have been saving i've been saving saving يعني بيحوش جروش هنا you تاخد have tried هل انت جتجردت have you tried ماينفع بين ولا اين جيه لان ما فيها اي زمن قال له والله yes that's why i have been so tired انا تعبان ايش هذا استاذ ليش حطيت بين يا واد لانه حطت لك الفعل بي في تمانية والتصريف الثالث من بي بين i have been من غير اين جيه لان ما في فعل تاني ياخد اين جيه هنا بقى في go اتقول i have been going to school انا بروح للمدرسة then to work then home بعد كده الدوام that's all i have done كل اللي انا بسوي have عشان i ودود تصريف الثالث done i have done for the past three months رقم عشرة ايش رأيكم اعتقد ان فيها شيء خليها have been doing افضل رقم عشرة هذه دي خليها have been تنفع كده او كده have been doing have been doing بس يعني تنفع اللي اتنين لان عشان عندي four هنا for the past three months في اخر ثلاث شهور الحاجة دي لسه بيسويها يعني negative you هتكون haven't spent التصريف الثالث من spend spent هذه كده 11 يبقى كده خلصنا صفحة 32 على خير ندخل على صفحة 33 exercise يالله يا شباب اكمل المحادثة باستخدام will للprediction و going to لحالة plan او الخطة احنا اتفاجنا ان will تنبؤ او توقع خلاص اما going to جاب لها ام و از و ار في حالة الخطة number one what do you think ايش تعتقد your little brother do will do لان هو توقع تنبؤ ما هي خطة ولا شي يبقى تقول will do هادي one two هتقول will be he will be سوف يكون writer كاتب number three will publish كلها توقعات will publish سوف يكون بنشر ينشر يعني publish ينشر كتبه كده اربعة number four i am going to give him computer انا بفكر اشتري له كمبيوتر طبعا دي خطة بيخطط يبقى going to والمصدر هنا will you buy هل انت يعني سوف تشتري له كمبيوتر فقالوا no my parents are going to get him one ابو يا امي يعني اللي هيشتروله ال parents يعني الوالدان رقم ستة are going to get him بيفكروا هم خطتهم يشتروله واحد عشان السنة الدراسية العام الدراسي number seven do you think بدلا لقلب do you think حط والو المصدر لان فيها توقع do you think he will be he will be سبعة تمانية I hope so اتمنى يعني ان هو هيكون كاتب كويس هتقول is going to take هتحط معا take he تاخد is going to والتصريف الاول take زي ما هو حط الفعل زي ما هو فاضي دون اضافات exercise if في ستة جمل عايزك تحطهم continuous action in the future اللي هي حالة تدل على المستقبل وفيها استمرار فتحط دايما will be والانجي شوف هنا my brother will attend هتقول my brother will be attending هتحط will be سبتة ما بتتغيرش ما بتتغير تحط attending two في حالة سؤال will you تعكسها بدل you will تقول will you لان ده سؤال شوفوا نهاية الجمله اكيد سؤال هي كويس شو مارك علامة سؤال two علامة سؤال اهي هدا سؤالا هامت عليه اجل will you be attending اللي بعدها حط لك going to سهلها لك i am going to be working انا سوف اعمل بيفكر في العمل هنا سؤال برضو تعكس are you going to be living سؤال are you بدل you are وتحط going to be والأي نجيف living yes i will be saving ايوه انا بحوش جروش بحوش فلوس يعني six i hope you are not going to be working you are not going to be working too hard اوكي ندخل على صفحة 34 34 كتاب النشاط عايز اربع جمل خلاص بقول لك look at the photo وطلع الصورة اللي عندك هذي طبعا الصورة مختلفة عادي ما عندك اي مشكلة الصورة اللي عندك كبيرة شوية البنت هنا لورا هتقول بقى تعمل جمل من عندك عليها يعني توقعات she will take her final exam يعني هتختبر اختبارها النهائي next week الاسبوع اللي جاي عشان الكتب كتير قدامها this summer she is going to travel to Singapore هتسافر مسلا سنغافورة خليها انتقبها طايف مكة اي شي she will visit her relatives هتصور اقاربها in the countryside في البادية في الديرة في الغريف يعني after college بعد الكلية او الجامعة هي بتفكر بتخطط بها صار going to she is going to work as a teacher تبغى تكون مدرسة الله يعينيك ابنتي الله in high school في مدرسة سانوية خلاص نيجل الاخو اللي بعد هذاش اسمه اللي بيتحك ده ما شاء الله عليه اللي عندكم صغير شوية عم ده في الصورة هتقول next week Edson is going to play basketball هيلعب الباسكتبول with his team مع فريقه الثانية this summer he is going to هذا الصيف هو سوف have a vacation ياخد الاجازة حقته الاجازة الصيفية three he will start training سوف يبدأ التدريب for the next season للموسم اللي جاي season يعني موسم او فصل he is going to work هو بيفكر انه يشتغل as a cycle psycho psychotherapist اللي هو المعالج النفسي psycho دي يعني نفسي psychotherapist psychotherapist معالج نفسي معالج نفسي with athletes مع الابطال الاولمبي ابطال الاولمبيين الابطال الاولمبيين اسمهم athletes واضحت اوكي نرجع على H الجدول my mother's personal dream حلم امي الشخصي what happened اش اللي حصل يلا نمسك اول صف go to college اتنين buy a house تشتري منزل ثلاثة do an ma اوكي الدراسة يعني teach at university تدرس في الجامعة صف العمود اللي بعده he saved money he got a scholarship يعني حصل على منحة دراسية العمود العمود الاخير يبغى ينقل بيت جديد he wants to study in another country بغى يدرس في دولة ثانية اخر واحدة she got the job حصلت على الوظيفة كده خلصنا صفحة 34 نيجي لصفحة 35 الصورة مختلفة مرة بس نفس المهن ونفس الكلام وكل شي هادي number one يقول لك حط قائمة من حاجتين each person does يعني العمل حاجة كل شخص الصورة الاولى المهندس الاخر المهندس civil engineer مهندس مدني reads بيجرى حاجة اسمها blue prints اللي هي المخطوطة مخطوطة ده اللي هو الرسم الهندسة يا جماعة ما اي احد يعرف يجرى اللي المهندس بس اللي درسوا blue prints بيسموها blue prints مخطوطة هندسية he inspects roads okay and buildings for safety يعني بيتوقع او بيرشد او بيرسم الطرق والمباني من اجل الامان safety التاني pharmacist اللي هو الصيدلي اسمه pharmacist هادي اربعة دل ايه pharma pharmacist خلاص destiny pharma pharmacist المواد المواد الكيميائية اللي خاصة بالعلاج مواد كيميائية علاجية pharmacist خلاص two customers هو اللي بيطلعها طرح في الخارج غيرنا تماما في الخارج في بريطانيا امريكا الولايات المتحدة الدول اللي هي الاجنبية عموما الوضع مختلف في الطب والصيدلة الدكتور يرسل في حقه تشخيص يكتب الاعراض والتشخيص النهائي ومن اللي خرج له الدواء الصيدلي شفت كيف يعني مرة الهرجة مختلفة مو زي عندنا عندنا الرشدة تروح أو inscription inscription يعني رشدة تروح بالدواء بكل شيء خلصة مخلصة طرح مجشرة جاهزة للأكل هناك لا هناك يروح له تجرير بس في حاجة اسمها تشخيص والسيمتوم والاعراض والصيدلي هو ليش يعطي الدواء وكمان يعطي النصائح on which remedies يعني الوصفات الشعبية الوصفة are available اذا كانت فيه وصفة كده غير العلاج متاحة without من غير prescription يعني من غير الرشدة كلمة prescription هذي يعني رشدة اللي هي الوصفة العلاجية نقول عليها رشدة اخر واحدة هي need to study structural اللي هو المهندس لازم يدرس structural engineering لازم يكون درس حاجة اسمها الهندسة المعمارية او الهندسة الانشائية structural structural engineering اللي تحتها هي need to study pharmacology لازم يدرس في كلية الصيدلة يا عم pharmacology علم اسمه اللي هو علم الطب علم الدواء الدواء العلاجي اسمه pharmacology هاده صفحة 35 نيجل صفحة 36 هادي writing كتابة الجدول هتتكلم عن وظيفة يعني حلمك وظيفة احلامك teacher انت متأكد ها راجع نفسك تكفى نخيتك وانت متأكدة تبغي انت تكون معلمة الله يعنك الله يوفقكم يا رب اوكي مهنة طيبة وكل حاجة فيها كويسة الحمد لله الحمد لله ما نقول غير الحمد لله الله يوفقكم يا رب هنا manage and handle different types of learners يعني يتعامل مع كل انواع المتعلمين كل انواع الطلاب ترى على كل شكل ولون teach with patient يعني يدرس بنوع من العاطفة and dedication وبرضو عنده اسرار عظيمة dedication خدت بالكم ترى مهنة مرة حلوة تدريس الله يوفقكم اجل انت تبغى تكون مدرسة teacher skills and knowledge المهارات والمعرفة flexibility المرونة and patient والصبر patient يعني هنا مو مريض يعني صبور يكون صبور principles and methods المبادئ principles وطرق التدريس of teaching هذه الحاجات اللي يدرسها المفروض يعني اكي تحت هنا هو في الكتاب عندك جايب لك السطور فاضية my dream job وهنا حطط لك صورة because we can make a difference هذا معلم يقول نقدر نعمل اختلاف على اساس انك ممكن تكتب موضوع تعبير من اللي كتبته فوق هذا سوي موضوع تعبير سهلة ما هي صعبة طرح طعمت علي هتقول he needs to he should كل جملة من دول قول he should he should manage he should teach he should have he should have في التانية هذه وفي التالتة he should study he should study خلاص خلصوا كده عملت الموضوع التعبير يا معلم خلص الموضوع هذي صفحة ستة وثلاثين من حين خلصنا الحمد لله المراجعة على الوحدات وان و تي و ثري في كتاب النشاط لين صفحة ستة وثلاثين وتكفون ادخلوا القناة واشتركوا وشوفوا قناوات التشغيل يعني قوائم التشغيل عشان انا مسوي قائمة التشغيل لكل صف لحاله من اولى متوسط لين ثالثة انا وي كتاب طالب وكتاب نشاط يبقى اجل خلصنا من صفحة واحد وثلاثين لين صفحة ستة وثلاثين موعد ان شاء الله باذن الله في الحلقة القادمة او الفيديو القادم هكتاب النشاط الوحدة الرابعة اللي هي من صفحة سبعة وثلاثين نشوفكم على خير وفي حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله